نستكمل ونشوف السؤال هنا تفضل مولانا إذا كان الرجل أو الست لا تحتاج إلى عمليات تجميل ولكن الرجل كان أصلع وأراد أن يزرع شعر هل هذا من باب الحلال أو من باب الحرام؟ زي ما قلنا أنه الاحتياج يعني الرجل لا يحتاج إلى خضية الشعر الشريعة لما جات حرمت على المرأة أن تحلق شعرها وأمرت الرجل بالحلق جينا في الحج أصبح الحلق أفضل من التقصير كمان عند الرجل لكن المرأة تأخذ على قدر أنملة وتقص من شعرها يبقى إذا الشعر عند المرأة مسألة مهمة للغاية لكن عند الرجل لا ما هيش مسألة مهمة للغاية والصلع قد يكون جزءا من الجمال عند الرجل ويكون مطلوبا أيضا فقضية الشعر عندما يكون الواحد ربنا رزق بشعر يكرم الشعر والنوع السلام قال أكرم الشعر وكان يتعهده وكان شعره يضرب من كبيه يعني يوصل لغاية الكتفين كده صلى الله عليه وآله وسلم إكرام الشعر من السنة ومن الجمال يعني إنما ما يصلش الأمر إلى أنه يروح يزرع شعر واحد يقول لي طب أنا زرعت خلاص قبل ما أعرف الحكاية دي خلاص هل عليه بقى أنه يزيل هذا الشعر؟ لا اللي زرع زرع واللي ما زرعش ما زرعش طيب